يا رانيا سلام عليكم رانيا يا رانيا رانيا اه 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 جيت من بدر يا رانيا ايه خير في ايه اه لش يا بيبي اصلا كنت بقرأ جنون كده مندمجة في موضوع السفاحة لاسمه الشنقيت سفاح اسمه شنقيت ايه السفاح ده يعني يعمل ايه ايه يا عادل فيقي هو انت علي طول كده منعزل داخلان وخارجين معندكش اي معلومات ده سفاح سفاح الهرم المشهور سفاح الهرم وده غير بقى سفاح المعادي بقى ايوا يا عادل ما هوما ذاتي بقى الجديد انهم سيعملوا الكل منطقة سفاح سفاح الهرم المعادي بلاء الخيمة 200 عقبة 200 عقبة وبلاء الخيمة ده ايه السفحين العجاب دول والسفاح المراضي بقى تخصص ايه؟ اطفال تخصص اطفال؟ مقامش هيغيره ابدا مفيش مرة اطلع مسلا سفاح بتاع نسا وولادة قصدك ايه عادل يا سعيد لا ما قصديش حاجة يعني انا بس حاجة جات في دماغي كده وده وده بيختف العيال بقى يعمل بيوم ايه؟ عانل هو انت في حد قالك لا سمح الله ان انا بختف العيال ما انا شرفني بس هو بالعقل كده فيه الغالب هو بيختف العيال عشان يشحتهم ويصرحهم يشحتهم في كل حتة اه اه يخليهم اولاد شوارع يعني معروفة الحكاية دي رانيا هي ياسمين فيه؟ ياسمين في قضيتها يا بيبي مش عارفة اليومين دول كده بحسها انها مكتائبة لا مكتائبة تيه رانيا دي طفلة يا ماما ما تفهمش لاكتائب ولا غيره كل ما في الموضوع يعني مثلا انها مش لاقي حد تتسلم معها طفل اصغر منها اخوها تلعب بيه تلعب معه كده يعني مش عارف بصراحة بس اللي انا متأكدة منه ان هي مش في المود مش متزبطة كده طب تفتكري ليه يعني مش عارف يا عادل بس انت عارف بقى انا خايفة تكون بقى عارفة عن موضوع السفاح وانت عارف بقى الولاد نفسيتهم وخيالهم واسع بقى وتفتكر بقى ان في حاجات وحشة هتحصل وبتاع ومصايب كده يعني لا 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 واضح ان انت اللي قاعدتك مع السناء خلتلك دماغك يعني تلسع يا اسمين متطمنة وعيشة في امان الحمدلله وهخش هتطمن عليها هنه دلوقتي ماشي ماشي ازاي حبيبت بابا؟ ايه يا اسمينة حبيبتي؟ ايه مالك يا حبيبتي؟ يعني انت يعني يا بابا مش عارف بيه؟ لا مش عارف في ايه وليه اللي انت بقى في ايه؟ بابا انت عندك كم بنت؟ ليه اللي عندي كم بنت ده؟ تتوديني في ده يا مع ماما؟ مفيش غيرك طبعا يا حبيبتي يعني انا هتجوز عليك واخلف كمان معقولة يعني يا اسمين؟ يا بابا انا ما قصدتش كده انا قصد يعني انا بنتك الوحيدة صح؟ طبعا بنت الوحيدة والجميلة واجمل بنوتة في الدنيا كلها بابا على فكرة يا بابا انت ما بقتش تفسحني ولا تيجي تزورني في المدرسة ولا ولا تجيبلي طلباتي مجيبتلكيش طلباتك يا اسمين انت ناسيا لما طلبت مني ايس كريم جيبتلك ايس كريم حتى من الامارة اللي هو ابو عصايا وجيبتلك كيس بطاطس كبير جدا كده هومور دي ديش تديني ولا بطاطسايا واحدة حتى يا بابا انا مش قصدي الحاجات دي ام القصدي كي يعني؟ يعني انا كم مرة اطلب منك فلوس اشتراك الباص وانت تطنشني اه فعلا صح يا اسمين بابا انت عارف يا بابا ان الباص ده مش بتاع المدرسة ده بتاع السواق وكمال السواق ده دايما يفضحني قدام صحابي ده سواق قليل ادب يعني ايه يفضحك قدام صحابك عموما يا اسمين يا حبيبتي انا اسف خلص بعد كده يعني مش هنسى يعني انا بجد نسيت خالص يعني انت يا بابا دايما نسيني ايه دايما نسيك ده؟ لا يا حبيبتي انا عمري ما نساكي طبعا اي حاجة انت عايزاها انا عناية ليك يا اسمين بس اهم حاجة فترة اللي جاية دي مش عايزك تتكلمي مع اي حد غريب يعني من البيت للمدرسة ومن المدرسة للبيت يعني رفن يا حسرة يا حسرة؟ انت بقيت بيها كده ليه يا اسمين ايه يا حسرة دي؟ قولي يا خراشي يا خراشي مش عارف اجيب الفلوس بتاعت البصر بتاعت يا اسمين دي من ايه؟ هاي يا راني هاي يا راني مالك يا راني ايه؟ في حد حصل له حاجة؟ ما الوقت يا رانيه؟ ياسمين بنتي؟ امتى الكلام ده حصل؟ وانتي كنت فين يا هاني؟ طبعا عند الكوافير ده اعز ما اقاملك يا رانيا يا رانيا دي هي دي اللي فضلالي في الدنيا يا رانيا هبلغ البوليس طبعا هوعمل ايه؟ يعني ايه ما بلغش البوليس؟ الله الله هو مش عارف اه هو عمل ايه؟ دي بنت انا وانا هكتشت في ايه يا دولة؟ مالك؟Jاسمين ياسمين مين يا دولا؟ ياسمين بنتي يا رمزي مالها يا دولا؟ ياسمين اتخطفت يا راجل خضتني يا راجل ما تقلل مدائك يعني يا دولا؟ خرب بيتك انت جنس ملتك إيه؟ انت غبيات مبتحسش يا لأ ما بتحسش انتبه ليه بقى اتشتين ما دلوقتي بقى دولا؟ يات بقولك بنت اتخطفت يا دولا وانت مش هاسس انا بقولك إيه؟ ايوة، قصد دولة ممكن تلاقي الخطفة دوان ان شاء الله يعني هيكون بيفسحها والحاجة واشتري لنا شوكولتات وجاية دولة ايه بس بالبساطة دي ايوة دولة طبعا بالبساطة دي هو ما يعرفش هي بنت مين وممكن انت تسوي فيه ايه وتعمل فيه ايه سيبك سيبك من دي يا نعم هو ما يعرفش ان انا شغال مع عدل سعيد ها وممكن اعمل فيه ايه ممكن تعمل ايه يعني هو انا لسه ما فكرتش هعمل فيه ايه دولة بس مش المهم دلوقتي انا دولة المهم بنتك يا سمين ياسمين اتخطفين تيدولة بيست انت لسه حاسز دلوقتي ان هي اتخطفين انا بقول ايام الصباح يلة هو انتي لما كان الحدي بالضربك على قفاك في المدرسة كنت بتحس بيها لما بتروح البيت تتسدق يا دولة وانا بقعد لوحدة فيالقودة وبحس انline دخ Mayor وانا اقول مين اللي ادربني وانا قعد لوحدة كده مش المهم دلوقتي انا مش مهمة انا انا حسسي المهمة بنتك يا سمين رد عالتليفون رد عالتليفون انا مفيش دماغدره لا اقترد على اي حد رد اقول انا مش موجود اقوله مش موجود يا عدل الو ايوة لا عدل مش موجود لا يا سيدي ماشي يا عم مش هنا حاضر يا سيدي يلا بقى مع السلامة احنا مقصيني هزار مين يلا يا رمزي عالم بتهذر يا عم بيقولي انا اللي خطفت بنتي عدل سعيد وتقفل السكة يا غبي ما هو دل انا مش ستني يهبل ما هو دل انا عايزه دل انا عايزة اعرف خطفها ازايش يا دولة دلوقتي هو اي حد يتصل بنا ويقول هو اللي خطف ياسمين ان ام سيدعينه من غير ما نفكر يا دولة اه وانت بتاع التفكير اه هو هو طب دلوقتي هتقوله انت مش موجود لي ش ش ش ش هالوه هايوا انت مين ها شانقيت انت بتختفل عائز صغيرة تم ساهب لها شانقيت تخطف ياسمين بنتي انت مش عارف دي بنت مين؟ بنت عادل سعيدة هادة شنقيتي هاد وخلي اللعبة مع الكبار بقولك ايه؟ هلو؟ هلو؟ ايه هدولة؟ هل ما انت اللي زعقتلو او هدولة؟ هم انا عاملو او 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 بيتلوب تاني بيتلوب تاني زعقلو؟ هلو؟